موسيقى موسيقى يكون عندك وقرب الوقت وضيق الوقت كان قصد فرق غادي يكون نتائج ماشي مشرفة وماشي دكش اللي كنت كتسنة فالإنسان خصو يخدم السنة كاملة من بداية السنة هو كيتابر وكي ما يستهن بوالو يهتم بقاع المواد بدون استثناء كل شيء يطيحقه والله ما يخيبش كل واحد درمجهود إن شاء الله دلاله ما كانش تصالات من الأكاديمية وأي دعم فهو مرحب به الحمد لله ولكن الصباح فتلقي اتصالات من مسؤولين ومن أطر ومن مدارأ في المدرسة ديالي باش يهنقوني بالخبر ويعلموني باللي راها أنا الأكاديمية تصلت بالمدرسة باش تعلمون بالنسبة للناس اللي عندهم الدورة استدراكية كما مغي نقول لهم باللي هذي مش نهاية المشوار رب يعطاكم فرصة واحدة أخرى الإنسان خصي يكون كيف تعامل دياله مع المواد يعطي الأولوية دياله لذلك النقص اللي عنده يشوف الخلل فين كاين يتابر باقي الوقت باقي كتر من عشرين يوم وربما غي يخيبكم سنساء الله هباز سعيد مهندس رئيس بوزارة الداخلية الأب ديال ياسين بادي كان نشكر الله عز وجل على النتيجة لتوصلها لابن ديالنا وكانت منه الليدات المغربة والمسلمين أجمعين أنهم يتوفقوا تهمه ويكون لهم صار ناجح إن شاء الله بخصوص ياسين تكوين في حداته ماشي حاصلة ديال سنة وحدة وإنما هو حاصلة ديال سنوات ديال العمل وعمل صراحة عمل جاد في خدمة دياله هو جاد تفل لعب دياله جاد ماشي وتكوين دياله كان على مراحل يعني ابتدائي إعدادي تناوي دوز كله في التعليم الخاص وكان عنده هو لسيق عنده واحد الميزة أنه أي حاجة ما تفهماش ما تتفرق معه تفهم أولا وكما قال قبل رابنه وصدع الأساتي دياله من هذا المينبارك نشكر الأساتي دا والطاقة التربوي دياله المؤسسة الجميع اللي دات فيهم مؤسسة محسسدي محمد عبدالله ومؤسسة اليقادة كانت عندنا المواكبة ما قلوكش يومي لكن شبه يومية المصار الدراسي دياله وأي حاجة كانت تنقصه في تكوين دياله أو اللف المصار دياله احنا كنا وقفين ديما بجنبه وأي حاجة كانت نقصه احنا غادين معا السلام عليكم أنا شليح بشرة مهندسة رئيس بوزارة الداخلية أنا الأم دياله باز ياسين تبارك الله هذا التوفق معند الله سبحانه نتيجة جد مشرفة دياله الإبن ديالي حتى الرتبة الأولى وهذه الجائزة أعطاها للله سبحانه نتيجة المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها طوال السنة فهذا العمل هو عمل جاد وكخص الإنسان ياخده بجدية أكتر وبحسم أكتر لأنه هي سنة ستشهادية وامتحان صعب فالإنسان ما يستهنش بالامتحان ويقول رأسه في تل شهرين الأخيرة وغادي نوجد وغادي نجح المتابرة تكون من بداية ديال السنة وبالتوفق الجميع إن شاء الله ونتمنى للتوفق في المسار الأكاديمي دياله ونتمنى التوفق للوليدات اللي غايدوزوا الدورة الاستدراكية إن شاء الله فاللي فاته للمتحان اللي هو المشيهي النهاية يحاول يستدرك ويصحح الخطأ دياله ويشوف الخلل في نهوه وما كان ينغت توفيق إن شاء الله معند الله العالم دي المستقبل ديالي فما يخص عمال مشوار الدراسي بقى غامضة شوية ولكن اللي عارف هو أنه أنا دابا كان طمح إن شاء الله أنني نولج الأقسام تحدري المدارس العليا مثلك MPS إن شاء الله سلام أنا أخوي سينباس ريدا باسك أنا فرحة لي بزاف حي جاب أعلى مؤدال على سعيد الوطني وكانت من توفيق الجامع بالنسبة للنجاح ديال ياسين والأخت ديالي إحنا فرحة لي بزاف وهذا النجاح ما جاش غير هكوك إحنا عارفين وغادي يجيب نقطة مزيانة وعارفين وكي قرازوين منهار كان هو كي قرازوين قاع المصار دياله التعليمي كان ديما عنده أعلى مؤدال من تسعود للفوق يعني إحنا هذه النتيجة كنا عارفينها وكانت شكر الله على هذه النتيجة وكانت تلبوله مصار من عند الله كانت تلبوله يوفقه ربي في المصار الأكاديمي دياله ويوفق بلدات المسلمين كاملين واللي ما ينجحش ره ما زال الوقت طويل غير المهم خاص الخدمة والمتابرة والجدية خاص الجدية 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 في عمل الله وفق الجامع السلام عليكم مرحبا بكم أنا ابتيسام خالت ياسين هباز إيطار في مديرية المويد البشرية في وزارة التربية الوطنية كان نهني ولد أختي بزاف على هذا المصار على هذا النقطة اللي يجاب وهذا المعدل لأنه في الحقيقة كان متوقع كنا عارفينه غير جيدا وتبارك الله عليه لأنه حصل على نقطة على الصعيد الوطني كانت تملأ أنه توفق في المصار الأكاديمي دياله إن شاء الله وهذه نتيجة مشرفة جدا للعائلة وللعائلة وللوزارة التربية الوطنية ككل السلام عليكم مبروك الناجح مبروك الناجح مدري كلهم إنه يا علي إنه يا علي نفرحانين في النار يكونوا لديت كلهم إنساء الله فرحانين وغايف قوليدة نوليدة المسلمين وغاير دعلكم كاملين